في القرآن ربنا بيحكي سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون نملة بتكلم سماعها سليمان بس ده كلام عديد ده جملة مفيدة يعني والهد هد بيقول له سليمان أحط بما لم تحد به وجئتك من سبأ بنبأ يقين ده تحدى علم سليمان يقول له أنا أبعرف اللي أنت ما تعرفوش ويشرح له الحكاية وبيحكي إني وجدت مرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم ده كمن عارف حكاية الشيطان فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون والآخر بنسمعه بيعلق تعليق عجيب أن لا يسجدوا لله الذي يخرجوا الخبأ في السماوات والأرض ويعلموا ما تخفون وما تعلنون الله ده بقى ده إمام الشفعي بقى ولا الإمام محنيفة ده فقيه ما هوش ودهد ده فقيه واللي بيتكلم كلامه ده ده فقيه إحنا في الواقع نستعجب لما نقرأ القرآن في مسألة الكلام كلام المخلوقات نكتشف إن الكون كله بجماداته ومخلوقاته حي متكلم عاليم وعارف ومتفاقد كمان تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن كله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ده العالم كله بقى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم حاجة مش عاردة وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير إلا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق الجبال بيسبحه مع داود عليه السلام وبالتالي داود لازم بسمعهم وهم بيسبحهم معه يا جباله أويبي معه سبحي معه دي طبعا حاجة يعني شيء مدهش يعني دا خلنا بقى في حكاية الكون كله بقى ما هيش حكاية حيوانات ولا حكاية طيور ولا حكاية نملة بتتكلم دا الكون بحاله بقى جماله بجماداته ومخلوقاته حي متكلم سميع عليم عارف متفقه حاجة غريبة إنما لما نقرى كلامها نحس إن دا دي نفوس مش مجرد حيوانات زي من بصيلها كده نستاهي في إيه بقى نملة ومش نملة وحاجة زي كده والقرآن يشرح لنسألة دي يقول وما من دبة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم يعني فيه مثلية في الموضوع وزي ما حنلنا أمم هم لهم أمم وبالتالي حيبقى له ملوك وقيادات وما من دبة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون الله لا دي حكاية تانية بقى وإذا لوحوش حشرت الله دا يبقى كله حييجي بقى حيستدعى حيستدعى يبقى المسألة مسألة أكبر بكتير جدا ممن أن تصور وياريت الحكاية هتقتصر على البناء أدمين وحيونته تير وكده لا لما ربهم صحة تعالى بيكلم عن ينلس تدعاء العظيم ده فيقول لك مرة يوم يقوم الناس لرب العالمين ومرة يوم يقوم الروح والملائكة صفا ومرة تلك يقول لك ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره الله السماء بحلها تستدعى الأرض تستدعى الله دا حاجة غريبة خالص يعني مش بس أن دول بكائنات ومخلوقات بتتكلم ولها فقه ولها علم ولها معرفة لا دا هي تسأل وتستدعى يوم الحشر الأعظم وبعدين دا يوم عجيب ربنا إداله أسماء عجيبة الحاقة الصاخة الطامة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وتيجي ذكر إذا جات ذكره يقول لك يوما عبوسا قمطريرا يقول لك يوما يجعل الولدان شيبة إيه دا دا شيء فظيع يوم الحشر الأعظم شيء فظيع يستدعى الكون كله الإنسان حيوان الطيور السماء أرض تستدعى يعني برضو شيء غريب الروح الملائكة كله الواحد ساعات يفكر يعني إيه يعني ممكن يبقى مصير الكلب اللي أنا بربيه أفضل من مصيري مثلا في الآخرة الله أعلم ما هو ما بقىش كلب ما بقىش كلب ما بقىش كلب إلا بقى نفس ما دي نفوس ولما اكلمت هذه النفوس في القرآن لأينا إن هذه النفوس لها علم ولها فقه وعرف الشيطان بيتحك على مينو ساعات الواحد يقعد كده يقول طب النملة اللي مشي على الحيطة دي يا ترى بتقول عني إيه المسألة بقت كبيرة المسألة بقت كبيرة الواحد لما يفكر فهذا الكون المتكلم اللي هيستدعى يعني ما يجلوش نوم خالص ويشعر بالرهبة أكن بقى لما بيجي العلماء يتكلموا عن لغة التوير والحاجات دي ده يعني معرفتهم قليلة خالص ده يعني الكلام ترجمة نانسي قنقر